موسيقى التسعى بتوقيت العصيمة طرابلس هذه نشرة مفصلة من ليبيا لكل الأحرار والبداية بالعنوين القوات التابعة لعملية الكرامة تؤكد سيطرتها على مصنع الاسمنت ومقبرة الهواري وجامعة بنغازي ومعسكر غريون السابقا وتحذر المواطنين من الاقتراب من هذه المناطق نواب معارضون للاتفاق السياسي يمنعون العضاء ورئيس المجلس من دخول قاعة التصويت وتأجيل الجلسة إلى وقت لاحق وزير الخارجية البريطاني يعبر من طرابلس عن أمله في تطبيق جميع بنود الاتفاق السياسي وموغريني ووزير الخارجية التونسي يرحبا بتطورات الإيجابية في ليبيا موسيقى السلام عليكم وأهلا بكم إلى التفاصيل قال الناطق الرسمي باسم القوات الخاصة الساعقة في بنغازي ميلود الزوي إن القوات التابعة لعملية الكرامة تمكنت من السيطرة على مصنع الاسمنت والمقبرة المجاورة له بالكامل وأضاف الزوي لقناة ليبيا لكل الأحرار أن قواتهم تنتشر حاليا في جزيرة مصنع الاسمنت مشيرا إلى استمرار الاشتباكات على خلفية تقدم قوات الكرامة باتجاه منطقة الجوارشة حسب قوله وأشار الزوي إلى أن القوات الخاصة الساعقة أطلقت تحذيرا للمدنيين بعدم الاقتراب من المنطقة التي تمت السيطرة عليها بسبب انتشار الألغام الأرضية فيما نعت القيادة العامة لعملية الكرامة المقدم آمر الكتيبة 115 المرج عبد الحميد بوكر وخمسة من أفراد كتبته الذين قتلوا إثر انفجار لغم أرضي هذا وأكد الزوي سيطرة قوات الكرامة على جامعة بنغازي ومعسكر جاريون السابق التابع لمجلس شورى بنغازي حسب قوله وأضاف الزوي لقناة ليبيا لكل الأحرار أن الاجتباكات التي رافقت دخول قوات الكرامة للجامعة أوقعت خمسة جرحة في صفوفهم وتم نقلهم لمستشفى الجلاء للجراحة والحوادث لتلقي العلاج قال المحلل السياسي والعسكري عاد العبد الكافي في نشرة سابقة إن شح الدعم لمجلس شورى بنغازي من المنطقة الغربية أدى إلى تقدم قوات الكرامة في بنغازي مضحا أن الحرب في مدينة بنغازي هي حرب كر وفر حسب تعبيره هناك استشارات تم تقديمها من شركة فرنسية شركة أمنية فرنسية والتي يعمل بها الآن خليفة حفتر على الأرض من حيث تكثيف الضربات سواء كان عن طريق الجو سواء كان عن طريق البر أيضا قلت أو شح الدعم إلى أبناء مدينة بنغازي الذي كان يأتي من المنطقة الغربية أعلنت شركة العامة للكهرباء حدوث إظلام تام في المنطقة الشرقية بسبب خروج الوحدة الغازية الثانية بمحطة شمال بنغازي بشكل مفاجئ عن العمل أضافت الشركة على صفحتها الرسمية أن عطلا فنيا في الوحدة الثانية وخروج وحدات التوليد الرابعة والخامسة الغازيتين والبخارية الثالثة بالمحطة أديا إلى عدم استقرار الشبكة في مناطق بنغازي والجبل الأخضر ونوهت الشركة إلى أن العمل جار على إعادة تشغيل الوحدات المتوقفة من قبل عمال صيانة بأقرب وقت ممكن في درنا أفد مصدر في مجلس شورى مجاهدي درنا اندلاع معارك عنيفة بين المجلس والقوات المسندة له من طبرق والبيضاء من جهة وعناصر ما يعرف بتنظيم الدولة من جهة أخرى في محور الحيلة أشار المصدر إلى تقدم سرية الدبابات التابعة للمجلس في طريق الكرفات السبع المطل على منطقة باب طبرق منوها إلى استهداف مدفعية المجلس لتمركزات التنظيم في منطقة الفتايح أوضح المصدر أن قوات المجلس استهدفت مواقع التنظيم في أعلى الجبل المطل على منطقة الساحل الشرقي بالقذائف مشيرا إلى احتراق سيارة تحمل سلاح دوشكا تابعة لما يعرف بتنظيم الدولة في أعلى الجبل هذا وأكد مصدر تابع لمجلس شورى مجاهدي درنا مقتل ستة من الشباب المتطوعين لمساندة المجلس إثر اشتباكات يوم أمس مع عناصر ما يعرف بتنظيم الدولة في محور الأربعمائة بمنطقة الساحل الشرقي وأشار المصدر إلى مقتل أحد عناصر ما يعرف بتنظيم الدولة إثر اشتباكات في محور شارع الصلاة بمنطقة الساحل الشرقي في المدينة كما نوه المصدر إلى إصابة مواطن برصاصة في الجانب الأيسر من بطنه بمنطقة باب طبرق نتيجة الاشتباكات في أعلى الكرفة السبعة قال عميد بلدية سرط المكلف من حكومة الأزمة مختار المعداني إن عناصر ما يعرف بتنظيم الدولة تعيش حاليا حالة من التخبط في المدينة أوضح المعداني لقناة ليبيا لكل الأحرار أن عناصر ما يعرف بتنظيم الدولة رفعت عدد البوابات في أحياء المدينة وضوحيها كما حصرت منطقة بهادي وقامت بسرقة منازل بعض الأهالي بعد اقتحامها ووضح المعداني أن عناصر التنظيم أصبحت تأخذ الزكاة بالقوة من المواطنين بذريعة شح الموارد المالية للتنظيم وفي سياق آخر أكد المعداني استمرار احتجاز التنظيم سبعة من عيان المدينة بينهم أربعة ينتمون لقبيلة الجذافة فيما ينتمي الثلاثة الأخرون لقبيلة الفرجان وفيما يتعلق بالنازحين أفاد المعداني أن المجلس البلدي تواصل مع المجلس الرئاسي والمنظمات الدولية والمحلية وخاصة منظمة من أجل كليبيا بهدف حل المشاكل التي يعاني منها النازحون من أبناء المدينة والمحصرون منهم في شأن آخر لم يتمكن مجلس النواب من عقد الجلسة المقررة اليوم للتصويت على حكومة الوفاق الوطني على الرغم من حضور أكثر من 150 نائبا بسبب منع نواب معارضين لحكومة الوفاق أعضاء المجلس من دخول القاعة أوضح عضو مجلس النواب عبد المنعم بالكور لقناة ليبيا لكل الأحرار أن الفريق المعارض لحكومة الوفاق صحب ورقة الحضور وقام بالاعتداء على بالكور عندما حاول تهدئة الجدال بين الفريقين المؤيد والمعارض لعقد جلسة اليوم وقال بالكور أن رئيس مجلس النواب عيل صالح لم يحضر جلسة اليوم متهما الأخير بتحريض الفريق الرافض على إثارة الفوضى داخل قبة البرلمان لمنع تصويت على حكومة الوفاق ونوه بالكور إلى تشكيل لجنتين تتكون كل منهما من ستة أعضاء من المعارضين والمؤيدين للاتفاق السياسي للبحث في إمكانية عقد جلسة للمجلس يوم الغد هذا وقد قال عضو مجلس النواب مصطفى أبو شغور أن البرلمان لم يتمكن من عقد جلساته اليوم على الرغم من أن عدد الحاضرين تجاوز المائة والخمسين وكتب أبو شغور على صفحته الخاصة في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن المجموعة المعارضة للاتفاق منعت النواب من دخول القاعة والذين كان من ضمنهم رئيس مجلس النواب عقيل صالح الأمر الذي حال دون عقد جلسة التصويت حسب تعبيره وكان المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتين كوبلر قد وصل صباح اليوم إلى مدينة طبرق للاجتماع برئيس مجلس النواب عقيل صالح أوضح كوبلر على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي تويتر أنه يسعى لتشجيع أعضاء مجلس النواب على التصويت لصالح منح الثقة لحكومة الوفاق الوطني وكان كوبلر قد أعلن يوم أمس من العاصمة طرابلوس عزمه على زيارة طبرق فيما ينتظر أن يعقد مجلس النواب اليوم جلسة للتصويت أعلى الحكومة قال النائب في مجلس النواب على التكالي أن النواب سيصوتون على منح الثقة وتعديل الإعلان الدستوري في آن واحد أوضح التكالي لقناة ليبيا لكل الأحرار أن الألية المتبعة للتصويت ستكون بوجود صندقين أحدهما لمنح الثقة والآخر لإعلان التعديل الدستوري وسيقوم كل نائب بتصويت في نفس الوقت بوضع ورقة في كل صندوق وأشار التكالي إلى أن جلسة التصويت ستعقد بعد ظهر اليوم مع وجود عدد كبير من النواب يتجاوز المئة جاءوا لحضور الجلسة وأضف التكالي أنه من المتوقع أن تنقل جلسة التصويت أعلى الهواء مباشرة هذا وقد رأى الباحث في الشأن السياسي محمود إسماعيل في نشرة سابقة أن البوادر الآتية من مجلس النواب لا تشجع على وجود نية لتمرير حكومة الوفاق مقترحا أن يتم اللجوء إلى مدينة ثالثة لعقد جلسة آمنة وعلنية وبمراقبة الأمم المتحدة ومؤسسات المجتمع المدني المحلية يجب أن يقال بأن هذا الاستحقاق يجب أن يمر إذا كركوا في ذلك ويدرك الجميع بأن مدتهم القانونية وأشياء أم أبو هي مدة منتهية أو شارفت على الانتهاء إذن يدركون في أن عليهم أن يؤدوا ما أقسموا عليه أو يبروا ما أقسموا عليه للوطن إلى ذلك قال رئيس حزب العدالة والبناء محمد صوان أن الاتفاق السياسي يعتبر نافذا منذ توقيعه ولا يجوز لأي طرف من الأطراف أن يتحفظ على جزء فيه مؤكدا أن أبرز مهام فريق الحوار هي مراقبة الالتزام بتنفيذ بنود الاتفاق وأنه لا ينبغي أن يسمح للمعرقلين بإعاقة التنفيذ في المراحل الأخيرة ودع صوان في لقاء مع كوبلر دع البعثة الأممية إلى ممارسة مهامها والدفع باتجاه التزاب كل الأطراف بالاتفاق السياسي دون أي تعديل وأوضح صوان أنه يتوجب على المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أن يسارع بممارسة أعماله واتخاذ كل الترتيبات لبدء الحكومة في تنفيذ مهامها عبر وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند عن أمل المجتمع الدولي في تطبيق كامل بنود الاتفاق السياسي من جميع الأطراف معربا عن تطلعه إلى أن يتمكن مجلس نواب من الوفاء بالتزاماته وفقا للاتفاق السياسي وأضاف هاموند في مؤتمر صحفي في العاصمة طرابلس عن بريطانيا تعترف بحكومة الوفاق وتتعامل معها وتدعمها وأن زيارته تأتي لتأكيد دعم بلاده للحكومة مؤكدا أن المجتمع الدولي جاهز لإسنادها بالدعم الفني والتدريب حين تضع خططا محددة في هذا الشأن وأشار هاموند إلى أن الشعب الليبي وحكومة الوفاق هما صاحب القرار في محاربة ما يعرف بتنظيم الدولة من الواضح أن الأولويتين الأساسيتين لليبيا وللشعب الليبي هم الأمن وإنقاذ الاقتصاد وفيما يخص الأمن فإن شدر الأعمال أمر يعود تحديده إلى الليبيين ولكن بريطانيا وبلدان أوروبية أخرى على استعداد لتقديم الدعم في مجال تدريب القوات الليبية إذا طلبت الحكومة ذلك الاحتياجات الملحة للناس هي زيارة السيورة في نظام البنكي وتوفير الطاقة الكهربائية وضمان توفر المؤن وعلى وسعى المملكة المتحدة المساعدة في هذه الأمور الثلاثة هذا وقد أعلنا وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند في زيارته اليوم إلى العاصمة طرابلس عن عزم بلاده دعم حكومة الوفاق الوطني بعشرة ملايين يورو أورد الموقع الرسمي للحكومة البريطانية بيانا صحفيا لهاموند أكد فيه أن هذا المبلغ يشمل مليونا ونصف المليون يورو لمواجهة الهجرة غير نظامية والتهريب والجريمة المنظمة ومليونا وثمانمائة ألف يورو ستخصص لدعم أنشطة مكافحة الإرهاب أعربت الممثلة السامية لسياسة الخارجية والدفاعية بالاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني ووزير الخارجية التونسي خميس الجهناوي عن ترحيبهم بالتطورات الإيجابية خلال الأسبوع الأخيرة في ليبيا وفي بيان المشترك صدر عقب اجتماع الشراكة التونسية الأوروبية اليوم جدد الطرفان الالتزام بدعم حكومة الوفاق الوطني لكي تكون قادرة على مواجهة تحديات الإرهاب وضمان الخدمات الأساسية للسكان يبحث وزراء الخارجية الأوروبيون اليوم في اجتماع عبر دائرة التلفزيونية المغلقة مع رئيس حكومة الوفاق الوطني فايزي صرراج التطورات الأخيرة في البلاد وسبل البدء الفعلي في نقاش الدعم الأوروبي لحكومة الوفاق وقد أوضحت الممثلة السامي للسياسات الخارجية والدفاعية بالاتحاد الأوروبي في دريكا موغريني في تصريحات قبيل اجتماع اليوم لغزراء الخارجية الأوروبيين أن الاتحاد الأوروبي هيئ حزمة من الاقتراحات بشأن ليبيا وأشرت موغريني إلى أنه يلزم الآن العمل على تحديد مشروعات في مجالات مختلفة تمثل أولوية الشعب الليبي والحكومة الليبية في مجالات الاقتصاد والأمن والسياسة اعتبر الناشط السياسي جمع الاجماطي في نشرة سابقة الزيارات المتتالية لكبار المسؤولين الغربيين إلى العصمة طرابلس أنها جاءت لدعم الاستقرار السياسي والأمني في ليبيا مشيرا إلى أن الدول الغربية باتت مقتنعة تماما بأن أي اختلال في ليبيا سيؤثر بشكل مباشر على أمنها القومية حسب تعبيره هذا كله يأتي في إطار تعهد المجتمع الدولي بدعم مصاري الحوار السياسي تعاهده السابق بدعم اتفاقية الاخرارات وتعاوده بدعم حكومة اليفاق الوطني برئاسي سيد فايز فراج على أن الحكومة الشرعية الوحيدة في ليبيا الآن التي تحضى بدعم وتأييد وقبول شعبي ليبي واسع أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إمكانية التدخل العسكري في ليبيا من أطراف لم يسمها إذا لم يتم دعم الجيش بقيادة خليفة حفتر ورفع الحضر الأممي عن تسليحه وقال السيسي خلال مؤتمر صحفي جمعه بالرئيس الفرنسي فرانسو أولاند في العاصمة المصرية القاهرة إن بلاده تدعم حكومة الوفاق الوطني في ليبيا مشيرا إلى أن عدم مساندة قوات حفتر سيتيح الفرصة للقيام أو لقيام دول أخرى بذلك في إشارة إلى تدخل عسكري أجنبي في البلاد إن إحنا لما بندعم الجيش الوطني الليبي بقيادة حفتر إحنا بندعم الاستقرار ومندعم الجيش اللي بيبثل الشعب الليبي في مجابهة العناصر المتطرفة البديل السلبي لده هو إن حيبقى الدور ده حيتقوم به الدول دول أخرى من جهته قال الرئيس الفرنسي فرانسو أولند إنه من الضروري منح الشرعية الكاملة لحكومة الوفاق من قبل مجلس نواب وأنه يجب تعزيز دور الجيش تحت سلطة هذه الحكومة فيما يتعلق بليبيا فإن حكومة السراج هي الحكومة الشرعية بنظرنا والتي يمكنها أن تضمن جمع شمل الليبيين نتمنى أن تكون لهذه الحكومة السلطة الكاملة والضرورية للإطلاع بالأمن والتحضير لمرحلة جديدة في ليبيا الجيش الليبي يجب تعزيزه ليساهم إلى جانب الحكومة وتحت سلطتها في الحل أكد نائب رئيس المجلس الرئاسي فتح المجبري أن قضية دعم الجيش الليبي في الحرب على الإرهاب غير قابلة للنقاش وأضف المجبري في لقاء مع عدد من القادة ونشطاء الرأي العام في المنطقة الشرقية أن وحدة ليبيا وسيادتها ومدنيتها الديمقراطية مسلمات لا يمكن التنازل عنها وبحسب المكتب العالمي لحكومة الوفاق الوطني فقد ناقش المجتمعون قضية العدالة الاجتماعية في توزيع الحقوق بين أقاليم ليبيا الثلاثة وعدم تركز مؤسسات الدولة في رقعة جغرافية واحدة نواصل تقديم هذه النشرة من ليبيا لكل الأحرار وفيها بعد الفاصل إطلاق سراح 54 سجينا من سجون مصرات بينهم 16 سجينا من أبناء مدينة تاورغا القوات التابعة لعملية الكرامة تؤكد سيطرتها على مصنع الإسمنت ومقبرة الهواري وجامعة بنغازي ومعسكر جريون السابقا وتحذر المواطنين من الاقتراب من هذه الموابط نواب معارضون للاتفاق السياسي يمنعون الأعضاء ورئيس المجلس من دخول قاعة التصويت وتأجيل الجلسة إلى وقت لاحق وزير الخارجية البريطاني يعبر من طرابلوس عن أمله في تطبيق جميع بنود الاتفاق السياسي ومغريني ووزير الخارجية التونسي يرحبان بالتطورات الإجابية في ليبيا السلام عليكم وأهلا بكم من جديد قال رئيس لجنة متابعة السجناء في بلدية مصرات محمد عيسى إن أربعة وخمسين سجينا أنهوا فترة محكميتهم وأطلق صراحهم اليوم من سجون مدينة مصرات أوضح عيسى لقناة ليبيا لكل الأحرار أن ثمانية سجناء أطلقوا من سجن طمينة وتسعة من مؤسسة الهدى للإصلاح والتأهيل وسبعة وثلاثين سجينا من سجن الكلية الجوية وأشار عيسى إلى أن عملية إطلاق الصراح تمت بحضور المجلس البلدي لمصرات والمجلس المحلي لتاورغا ومنظمات حقوقية وفد من المشاشية والجربولي أفد رئيس مجلس الحكماء والشورى لمدينة تاورغا العايش جليوان بوصول 16 سجينا من أبناء تاورغا إلى العاصمة طرابلوس أطلق صراحهم من سجون مدينة مصراتة مساء اليوم الاثنين أعضح جليوان لقناة ليبيا لكل الأحرار أن الستة عشر المطلق صراحهم أنهى بعضهم محكميته والبعض الآخر أطلق صراحه لأسباب صحية مشيرا إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار عمل المدينتين على إتمام المصالحة وبناء جسور الثقة بينهما حسب قوله أكد رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام الصديق الصور أن الإفراج عن عضو النظام السابق محمد بن نايل جرى دون علم مكتب النائب العام وعضف الصور لقناة ليبيا لكل الأحرار أن عملية تبادل المحتجزين التي تم إطلاق صراح بن نائل فيها جاءت في إطار اجتماعي مشيرا إلى أن ملفات بن نائل ما تزال مفتوحة والقضاء لم يقل كلمته في قضاياه بسبب عدم تسليمه لمكتب النائب العام في طرابلس ونوه الصور إلى وجود عدد كبير من التهم الموجهة لبن نايل أبرزها قضايا القتل تسلم المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني اليوم الاثنين مقرين حكوميين هما مقر قطاع الشباب والرياضة ومقر قطاع الشؤون الاجتماعية ونقل مكتب الإعلام بالمجلس الرئاسي عن نائب رئيس المجلس الرئاسي محمد عماري قوله أنه تم استلام هذين المقرين من أجل تهيئة المناخ أمام مختلف مؤسسات الدولة للعمل في أسرع وقت ممكن وأشار مكتب الإعلام أن مدير أمن طرابلس وآمر القوة الأمنية المسؤولة عن تأمين المقرات حذر إجراءات التسليم والاستلام أعلنت شركة العامة للكهرباء أنها ستبدأ باللجوء إلى قطع الطيار الكهربائي في المنطقة الغربية وذلك للمحافظة على استقرار الشبكة بعد حدوث عجز في تغطية الطلب على طاقة الكهربائية أضافت الشركة أنه نتيجة لخروج بعض وحدات التوليد بمحطة الزاوية المزدوجة لأسباب فنية وفقد ما قيمته 550 ميجاوات الذي تزامن مع الارتفاع الكبير في درجات الحرارة غير المتوقعة في مثل هذه الأوقات من السنة فإن الشركة ستضطر لقطع الكهرباء قال وزير الداخلية الإيطالي أنجلينو ألفانو أن زهاء 90% من المهاجرين غير النظاميين الذين يصلون إلى شواطئ إيطاليا يأتون من ليبيا معلنا أنه سيجتمع مع نظيره الليبي قريبا ويعرض دعم الحكومة الإيطالية لترابلس وفي تصريحات تلفزيونية الأحد عبر ألفانو عن الأمل في أن تستعيد حكومة الإفاق سيطرة على حدود البلاد للحد من تدفق المهاجرين مؤكدا استعداد روما لتقديم الدعم بأي شكل ممكن وقال ألفانو أن إيطاليا تتطلع إلى أن تغلق ليبيا حدودها الشمالية التي ينطلق المهاجرون منها إلى إيطاليا وحدودها الجنوبية التي يدخل منها مهاجرون من القرن الإفريقي ويستخدمونها كمركز للإنطلاق إلى أوروبا نهاية النشرة شكرا لكرم المتابعة وهذا تذكير بأبرز العنوين القوات التابعة لعملية الكرامة تؤكد سيطرتها على مصنع الإسمنت ومقبرة الهواري وجامعة بنغازي ومعسكر جريون سابقا وتحذر المواطنين من الاقتراب من هذه المناطق نواب معارضون للاتفاق السياسي يمنعون العضاء ورئيس المجلس من دخول قاعة التصويت وتأجيل الجلسة إلى وقت لاحق وزير الخارجية البريطاني يعبر من ترابلوس عن أمله في تطبيق جميع بنود الاتفاق السياسي وموغريني ووزير التراجية التونسي يرحبان بتطورات الإجابية في ليبيا ترجمة نانسي قنقر